المسلح اليوم أكثر من 30 رهينة داخل مقهى في مدينة سيدني في دولة أستراليا فيما تمكن 5 من الرهائن من الفرار حيث انتشرت عناصر الشرطة في مكان الحادث للقبض على المسلح ذكرت وسائل الإعلام الخارجية أن المسلح طلب تزويده بعلم تنظيم داعش ومحادثة رئيس الوزراء معلنا وجود 4 بوات ناسفة في المدينة